اشتركوا في القناة 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 في القصيم في المدينة في مكة اي ان كانت اذا تمثل الظواهر الطبيعية والبشرية والصفات التي تميز بعضها عن بعض والصفات التي تميز بعضها عن بعض وترسم هذه الظواهر وتوضح المسافات بينهما تبعا لنسبة معلومة طبعا هذا سوف تأخذنا في الدروس القادم ما يسمى من قياس الرسم هذه النسبة سوف نتعرف عليها في الدروس السابقة والخريطة وسيلة عالمية للتفاهم فلنفترض ان هذه الخريطة امامنا وبلغة اخرى راح تكون مفهومة لدى اي شخص مثلا لو رأينا هذه التعداد الثروة الحيوانية في الرياض لعرفنا ان الثروة الحيوانية في الرياض اكثر منها علي في الجوف اكثر منها علي في حائل مجرد وجود رسمات توضح لنا او بعض الدلائل توضح لنا الخريط فيها المعلومات المطلوبة اذا هي وسيلة عالمية وسيلة عالمية عفوا وسيلة عالمية للتفاهم والتعبير تتخطى حواجز اللغة اي ما معنى ذلك اننا لا نحتاج للغة لو كانت بلغة اخرى لفهمنا ماذا تعني هذه الخريطة لا فهمنا ماذا تعنيها الخريطة زي ما ذكرت لكم الرياض توضح انها اكثر من حائل انها اكثر من الجوف كثروة حيوانية كثروة حيوانية بعد ذلك لا بد ان نعرف ما هي الخريطة او ما هو تعريف الخريطة للخريطة تعريف هو تمثيل او هي تمثيل الخريطة اذن تمثيل لسطح الارض او لسطح الكرة الارضية او لجزء منها على لوحة مستوية اذن تعريف الخريطة هي تمثيل اذا ما تعريف الخريطة هي تمثيل لسطح الكرة الارضية او لجزء منه على لوحة مستوية تعريف لسطح الارض تعريف او تمثيل لسطح الارض على او لجزء منه طبعا المملكة العربية السعودية جزء من العالم رسمناه على لوحة مستوية وضحنا عليه اكثر هذه تعتبر تضاريس ايذن خارطة طبيعية خريطة طبيعية لسطح الارض للمملكة العربية السعودية نمثل عليها سطح الارض نمثل عليها سطح الارض اذن تعريف الخريطة هي تمثيل لسطح الارض او لجزء منه على لوحة مستوية على لوحة مستوية تطور الخرائط تطور الخرائط كان الإنسان يعتمد في رحلاته وانتقاله من موقع الآخر على ما يخزنه من صور على ما يخزنه من صور يعني على سبيل المثال قديم كان يمرون من هذا المكان يعرفون أن هنا أو في ذلك المكان تل معين أو كثبان رملية معين فيخزنه في أذهانهم تلك الصور وتلك المواقع إذن ما يختزنه في ذاكرته من الصور الذهنية عن معالم الطريق زي ما ذكرت لكم كان سواء كانت جبال سواء كانت تلال سواء كانت كثبان رملية سواء كانت عيون أي أن كان ظاهرة طبيعية موجودة على طريقه كان يخزنه الشخص حينما في ذلك الوقت أو قديما حين يمر أو يتجه في طريقه ومن أجل أن لا يفقد تلك الصور الذهنية ولا تلتبس عليه الصور كان يلجأ إلى ماذا؟ إلى رسم هذه الصور كان يرسمها سواء كانت بداية كانت بالعصى أو كانت على الحجارة أو كانت على الجلود فكان يرسم طريقه من خلال الظواهر الموجودة في هذا الطريق زي ما ذكرت لكم سواء كانت جبال أو هضاب أو كثبان رملية أي أن كانت ظواهر طبيعية موجودة في طريقه كان يرسمها كان يخزنه في ذين بعد ذلك يرسمها على حجر أو كان يرسمها على الرم أو يرسمها على جلد أو على عظام فكانت يستخدم عدة وسائل لكي يرسم تلك الصور التي موجودة في طريقه إذن ما معنى ذلك؟ يعني أن الخريطة كانت من قدم حضارة الإنسان إذن الخريطة ليست جديدة إذن الخريطة قديمة قدم حضارة الإنسان إذن كان يرسمها على حجر كمهم وضح كان يرسم الحيوانات يرسم الظواهر الطبيعية كانت جبال كانت آبار فكان يرسمها على حجر أو كان يرسمها في الآونة الأخيرة طبعا أصبحت ترسم على ورق فمنذ قدم استعان الإنسان بتوزيع الظواهر الطبيعي والبشري بالوصف والرسم بالوصف والرسم وقد رسم الإنسان زي ما ذكرتم بالعصى من بداية بالعصى أو بالأصبع ليوضح طريقه برسم صور لأهم الظواهر التي كان يمر بها في طريق لأهم الظواهر التي كان يمر بها في طريقه ثم تطور الأمر فأصبح يرسم بالحجارة أو العظام أو الأخشاب أو الجلود إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر ترسم على الورق وأصبحت هناك برامج إلكترونية في الوقت الحاضر طبعا لرسم الخرائط والبرامج الإلكترونية لا عدة لها ولا حصر التي تقوم برسم الخرائط التي تقوم برسم الخرائط كما هو خرائط الآن موجودة على الورق وموجودة على البرنامج الإلكتروني هي الخرائط في الوقت الحاضر وقد استعمل كثير من الشعوب الخرائط في الماضي ومن هم الأقوام طبعا سكان بلاد ما بين النهرين المصريون الصينيون اليونان لماذا اعتنات هذه الأقوام أو هذه الشعوب بالخرائط؟ لماذا اعتنى أو اعتنى هؤلاء الأقوام لإبراز ملكية الأراضي الزراعية لإبراز ملكية الأراضي الزراعية هذه نماذج من خرائط الغريق واليونان هذه نماذج كما موضع عندكم في الكتاب هذه نماذج من الخرائط التي كانت يستخدمها الغريق واليونان ولحرص حكوماتهم في ذلك الوقت على معرفة الملكيات لكي أو ليعرفوا مساحات الملكيات الزراعية لكي تتمكن من تقدير الضرائب على الفلاحين لكي تتمكن من تقدير الضرائب على الفلاحين لو سألتكم سؤال لماذا اعتنى سكان بلاد ما بين النهرين والمصريون والصنين والمنبرسم الخرائط لماذا قلنا لماذا لتحديد ملكيات الأراضي الزراعية ومن خلالها يستخرجون ضرائب على أراضيهم إذن لإبراز الملكيات الزراعية وأيضا حرص حكوماتهم على معرفة مساحة الأراضي لكي يتمكنون من أخذ الضرائب على الفلاحين إذن لماذا اعتنى سكان بلاد ما بين النهرين والمصريون والصينيون برسم الخرائط لكي يبرزوا ملكيات الأراضي وأيضا حرصا من حكوماتهم على معرفة على معرفة مساحات الأراضي لأخذ الضرائب منها ثم بعد ذلك جاء المسلمون وأحدثوا نقلة نوعية في علم الخرائط أحدثوا نقلة وتغيير كبير في علم الخرائط المسلمون وأثرهم في تقدم الخرائط كان العرب قديما قبل الإسلام لا يهتمون بالخرائط ربما اهتمامهم فقط في وصف الظواهر الطبيعية والضواهر البشرية في شعرهم وقصائدهم إذن كانت العرب قبل الإسلام لم تعطي علم الخرائط الأهمية فإنهم نظموا الشعر في وصف بعض مناطق داخل جزيراتهم أي داخل جزيرة عربية وخارجها وعندما جاء المسلمون إذن عندما جاء المسلمون وبدأوا في نشر الإسلام اعتنوا بالخرائط إذن ما السبب في اعتناء المسلمون للي نشر اعتناء المسلمون بالخرائط بسبب نشر الإسلام والفتحات الإسلامية إذن الإسلام والفتحات الإسلامية اعتنوا بالخرائط فاستعملها الولاد وأمراء الجند وغيرهم وكانت عناية المسلمين بالخرائط كبيرة جدا بالخرائط سواء كالخرائط البرية أو الخرائط البحرية إذن كانت الخرائط البرية والبحرية كانوا يستخدمونها في فتحاتهم ونشر الإسلام وأيضا اعتمدوا على القياسات الفلكية والرياضية في هذا المجال وعينوا خطوط الطول إذن تقريبا أول من عين خطوط الطول هم المسلمون واختلاف الأوقات بين البلدان ووضع جداول لمواقع البلدان إذن المسلمون أنشأوا تقريبا هم أول من عينوا خطوط الطول بعد ذلك أنشأوا لمواقع البلدان والظاهرة الجغرافية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض إذن أول ما فعل المسلمون خطوط الطول اثنين انشاء الثانية معرفات وضعوا جداول وضعوا جداول لمواقع البلدان من خلال خطوط الطول ودوائر العرض اذا من خلال خطوط الطول ودوائر العرض وقد رسم المسلمون مجموعة من الخرائط في نسق واحد وإذا تكون واحد وعشرين يعني على شكل واحد رسموا العالم والبحار والمحيط به العالم الإسلامي وخراط الإقليم العالم الإسلامي مما حدا بالعلماء المسلمون مؤخرا أن يطلقوا عليها اسم أطلس العالم الإسلامي وتعد خرائط الإدريسي أوج ما بلغه علم الخرائط في ذلك الوقت خرائط الإدريسي تعتبر هي من أوج وأعظم ما وصل إليها المسلمون في ذلك الوقت فقد استعمل المسلمون خرائط الألوان الإدريسي هو من استخدم الألوان فيها فكان اللون الأزرق ماذا يمثل البحار والأخضر الأنهار والأحمر والبني الجبال ورسم ما يمثل المدن في الدوائر ويعتبر الإدريسي هو أول من رسم خريطة للعالم كما هي عليه الآن تقريبا مقاربة بالنسبة كبير كما هي عليه الآن هذه هي هذه هي ما رسمه الإدريسي وكذلك هذه من الرسومات لو لاحظ ماذا فعل شوفوا الجبال على شكل اللون البني البحار باللون الأزرق كان من في جيله من الذين برعوا في هذا أو في مجال رسم الخرائط إذن لو سألتك من هو أو من هو أول عالم رسم خريطة العالم التي تعد أقرب للحقيقة الآن في ذلك الوقت هو العالم المسلم أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي هو أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي أهمية الخريطة وما فوائدها الخريطة تعاظمت أهمية الخريطة في الوقت الحاضر كثيرا وازدادت حاجة الدول الحديثة بالذات لها في عدة مجالات من أهم هذه المجالات في الدفاع إذن تساعد الخرائطة الجيوش في الدفاع وحماية أراضيها وأيضا في السلم في حالة السلم لها عدة استخدامات أولها في خطة التنمية إذن في السلم في خطة التنمية واحد وخطة مشروعات وتنفيذها اثنين أيضا بعد ازدياد حركة الإنسان وتنقلاته من مكان إلى آخر احتاج أيضا الخرائط فأصبحت الوسيلة الرئيسية التي يستعين فيها للاستدلال على طريقه سواء كان في البر أو البحر أو الجو إذن ساعدته أيضا في الاستدلال على طريقه ثلاثة لا يستغني الطيارون عن الخرائط لأنها تحدد لهم خطوط سيرهم وتمنعهم من الارتطام بالطائرات الأخرى لا يستغني الطيارون عن استخدام الخرائط لأنها تساعدهم في تحديد سيرهم أيضا السفن التي تم خروج بعباب البحر أيضا يستخدمونها أو يستخدمونها ولا يستغنون عن الخرائط في مسيرهم إذن أهمية الخرائط ذكرت لكم في الحرب أو في الدفاع عن الأراضي تستخدمها الجيوش في السلم في الخطط التنموية وتنفيذها في استخدام الإنسان لها حينما ينتقل من مكان إلى آخر أيضا في الطائرات أيضا في السفن إذن نستنتج أو نستخلص أهمية الخرائط من النقاط التالية يلا خلكم معي نستخلص على وجهنا نستخلص إذن أول نقطة في الأغراض العسكرية للدفاع عن الأرض وحمايته من أي هجوم هذا واحد إثنان في الأغراض السلمية وهي على النحو التالي وهي على النحو التالي في تنفيذ مشروعات التنمية أصبحت الوسيلة الرئيسية التي يستعين به الإنسان للاستدلال على وجهته طبعا بعد الازدحام بعد الازدحام الذي نشاهده الآن في المدن الكبرى يحتاج إليها شخص بشكل كبير كما هو في بعض التطبيقات مثل جوجل ماب وما شابه ذلك لا يستغني عنها الطيارونة لتحديد سيرهم الطائرة حينما تقلع لا بد أن تكون لها خارطة أو خريطة توضح مسيرها أو من مكان إقلاعها إلى مكان هبوطها وخط واضح لها أيضا لا تستغني عنها السفن لا تمخر عباب البحار إذن هذه النقاط المهمة التي تبين فيها فوائد فوائد الخريطة إذن نسترجع قليلا تمثل الخريطة الظواهر الطبيعية والبشرية التي تبرز أو تبرز ما عليها تبرز عليها من حيث توزيعها مثل الخارطة الطبيعية والخارطة البشرية كما هو موضح لدينا وهي أيضا تتخطى حاجز اللغة مجرد وجود خارطة أمامنا تنتهي حاجز اللغة ثانيا تعريف الخريطة هي تمثيله لسطح الأرض أو لجزء منها على لوحة مستوية كما هو واضح أمامنا كان الإنسان يعتمد في تنقلته على ما يختزنه من صوار طبيعية وبشرية في طريقه فأصبح يرسم على الحجر ويرسم على الرمل وعلى الجلد وعلى العظام إلى أن وصل به الحالة الآن يرسم على الورق أيضا يستخدم البرامج الحديدة في رسم الخرائط واستعملت الشعوب في ذلك الوقت من أهمها شعوب ما بين النهرين والمصريون والصينيون كان لهم هدف في ذلك هدفهم أن يحددوا الملكيات الزراعية ويستخلجوا الظرائب إذن لماذا اعتنى سكامة بلاد ما بين النهرين والمصريون والصينيون واليونان الخرائط لإبراز الملكيات الزراعية وأيضا حرص حكوماتهم على معرفات الظرائب لم يكن العرب في ذلك وقت قبل الإسلام يمهتذوا اهتمام بالغ بالخرائط فقط كانوا يذكرونها في شعرهم ويصفونها سواء كانت داخل زيارة العرب أم خارجها إلى أن جاء الإسلام وبدأت الفتحات الإسلامية فبدأوا يهتمون بالخرائط إلى أن قام العالم المسلم الإدريسي بوضع أول خريط للعالم الإسلامي للعالم عفوا أجمع تمثل الحقيقة الآن كما هم وضح الآن لدينا إذن أول عالم هو الرسم الخريطة بشكل حقيقي هو العالم أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي أهمية الخريطة تتلخص فيه النقاط التالي في الأغراض العسكرية في الأغراض السلمية ومنها في تنفيذ المشروعات الاستدلال على لماكن لا يستغني عنها الطيرون لا يستغني عنها سفن وشاكر لكم حسن الاستماع ونصات وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر